طيب قبل ما ندخل على كورونا وأعراض كورونا طويلة الأمد أو أعراض كورونا اللي فضلت مع الناس خليني أسألك سؤال عن موضوع اليد اليسرى بما أنه ده اليوم العالمي يعني وفق هذه المؤسسة وكنا بنستعرض دلوقتي لمشاهير استخدموا أو كانوا بيستخدموا يدهم اليسرى هل صحيح أنه ما يقال أنه مستخدمي اليد اليسرى هم أكثر ذكاء أو أكثر تميزا وأنه الوعي بهذا الأمر ده شيء مهم طبعا هي حقيقة احنا دايما بنقول اللي بيستخدم اليد اليمين السيطرة بتبقى نصف الدماغ الشمال اللي بيستخدم اليد الشمال السيطرة بنصف الدماغ اليمين نصف الدماغ الشمال دي اللي فيها الكلام فيها المنطق فيها الرياضيات فيها الحساب لكن من نصف الدماغ الأيمن اللي فيه الموسيقى فيه العبقرية فيه الإبداعات فيه الفنون فدائما اللي بيستخدموا اليد اليسرى بتبقى الحتة الإبداعية عندهم عالية شوية ناخد بالنا من دي حتة الإبداعية عندهم شوية ممكن قد يكون التحصيل الدراسة عنده أقل ولكن الإبداعية عنده عالية فبالتالي دائما بنون الناس للعصر بيبقى عندهم إبداع عالي وبالتالي المهارات بتاعتهم عالية فبيتفوقوا في بعض المهارات سواء فنية أو رياضية وفعلا إحنا كان عندنا مشاهير كتير بيستخدموا يدهم اليسرى كان منهم فلاسفة وكان منهم رياضيين مشهورين كبار جدا وكمان منهم فنانين عالميين تمام في أسماء كبيرة جدا طبعا بيستخدم يد يسرى من قول نابليون بنابارت توم كروز برضو بيد الشمال أوباما جولش بوش الأب برضو كان أعصر فيه كمان اسم مهم جدا يعني فيه كمان اسم مهم جدا وأنا بدور كده في الموضوع لقيت أنه الفنان العالمي ليوناردو دافنجي هو كمان كان بيستخدم يده اليسرى وأنا الحقيقة معرفش هو كم بيستخدم إزاي يده اليسرى تمام ده يعني حاجة يعني صعبة جدا فيه أنه يكون فنان أو رسام عالمي كمان يكون بيستخدم يده اليسرى